بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبيه المحمد وعلى آله وصحبه عزيزين فهذه الطابق في هتابتهم والورقات حسبك المؤلف رحمه الله لما انتهى من الكلام عن الأقوال ودلالتها لماذا لأنه طبعا السنة هي قول وفعل وتقرير وصفة فلما انتهى عن الأقوال بدأ يتكلم عنه عن الأفعال لا بد أن نقرر مشائل أن القول أقوى من الفعل إذا حصل عندنا تعارض في حديث قولي وحديث فعلي يبقى القول هنا مقدم على الفعل أمثلة ذلك ودائما في علم الوصول الأمثلة توضح كثيرا من المنقول والماكن حديث عند الإمام البخاري عن أبي هوريره منتشر في هذه الأيام عبارة عن تغريدات وشيء من هذا الكلام لبعض وطلبة العلم وفقهم الله ونفع بهم وجزاهم الله خيرا الدنيا والآخرة أنه يقول من السنة الحمد قبل الطعام والشراب قال لك دي سنة منسية أنك تحمد تقول الحمد لله بعد تقول إيش تقول بسم الله طب واش الدليل فساق حديث أبي هوريرة عند الإمام البخاري في قصة أهل الصفة وقدح إيش اللبن عارفينوا القصة اللي أقولها النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبي هوريرة يعني كنت أسرع وكنت جعان وما عندي ما يطوي على ذي كبد قال فوقفت على طريق أبي بكر بعد ما غلقوا الصلاة أسأله عن آية في كتاب الله رجعني تتبعني يعني يقول تعالي نروح البيت فأجاب لي ومضى وكذا عمر فلما جاء النبي قال اتبعنا أباهر عليه الصلاة والسلام دخل البيت قال عندكم قال عندنا قدح من لبن قال من فين قال أهداه فلان ابن فلان أو قال أهداه لك فلان أو فلانا قال لأبي هوريرة أدعو أهل الصفة وكان أهل الصفة هم أهل الإسلام هم يعني لا يلون على أهل ولا مال هم أهل الصفة اللي هم في المدينة موجودين الصحابة من فقراء الصحابة لا عندهمش أهل في المدينة عددهم يزيد عن سبعين يعني يزيد هكذا يكون أحيانا في الحديث ذا كانوا سبعين فكان إذا أدته النبي صدق دفع بها إليهم وإن أدته هدية شاركهم فيها لأن النبي لا أكل الصدق عليه الصلاة والسلام فقلت سبحان الله قدح هذا وش بيصلح بين سبعين لكن قال واجه الدلالة قال ما كان لي بد من طاعة أمر رسول الله سوف الأدف عليه الصلاة والسلام ما حط هنا قال لهم النبي دعرح مسك القدح وسمع وقال أبو هريرة دور عليهم فشربوا كلهم السبعون قال لم يبقى إلا أنا وانتقانا نعم قال أشرب فشرب قال أشرب فشرب قال أشرب قال والله الأيد له مسلكا خلاص فأخذ النبي القدح فحمد الله وسمى وشرب واجهد الإشكال هنا في كلمة إيش حمد الله فقال لك من السنة ابن حجر إيش قال قاله أما وقذا وقذا نقله المباركفوري في التحفة الأحوذي قال حمد الله على البركة التي نزلت والتسمية على سنة بداية الشرب حمد الله على البركة اللي قدح كف كم سبعين والتسمية هي هي السنة وهذا فعل وحادثة عين لكن عندنا قول مقدم حديث حمد ربدي سالم عند مسلم يا غلام سمي الله وكل بيمين فكل مما يليك واضحة فعل الله إذا أكلت فسمي الله وإذا انتهيت فحمد الله هذه كلها أحاديث إيش قولية وهذا قصة فعلية إذن أول شيء تفهموا إن القول مقدم على الفعل شرب النبي واقفا هذا فعل ولا قول هذا فعل وفي عندنا زجر النبي عن الشرب واقفا من شرب واقفا فليستقي دلالة أن الأصل والشرب إيش الشرب جالس إلا إذا دعت الضرورة إلا إذا دعت إيش الضرورة وقص على ذلك إذن لابد أن تفهم الأول إن القول مقدم على الفعل والقول أقوى دلالة من إيش من الفعل لأن الفعل يحتمل أمور صح والله لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تستقبلوا القبلة الكلام دا مهم جدا إخوانا بعدين ما ناجي ندرس العمدة وندرس الزاد وندرس البلوغ المرامل الأمور دا مهمة تحريرها الآن الأفعال تميض به أمور إما يكون فعله لعلة أو فعله نسيانا أو فعله على وجه الخصوصية بخلاف إيش بخلاف القول ولذلك بعض العلماء ماذا يقول يقول لا يخصص عموم القول بالفعل يعني الفعل لا يخصص القول خذ عندك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائر هذا قول ولا فعل صعد يوم بن عمر لقى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقضي حاجته على حجرين في بيت حفصة مستقبلا أو مستدبرا للشام عليه الصلاة والسلام هذا إيش هذا فعل لكن القول هنا هو الذي يقدم قال العلماء هذا يكون في البنيان وهذا يكون في الخلاء وخرجوا تخليات أخرى للجمع بينه الجمع جينا بعدين ما نستعجل إيش لا نستعجل عليه لكن المهم يعني مستقبل الشام مستدبر إيش مستدبر القبلة بعض الناس قال طيب هل هل هذا يخصص هنا العلماء قالوا نعم هذا يخصص لماذا لأنه قال النبي قال هذا في البنيان فعله في البنيان والقول في إيش لم يكن في لم يكن في العراء ونستنى قالوا لا يرون أنه مخصصا ويقولون إن النهي عن استغبال القبلة واستدبارها عام في البنيان وفي الفضاء وده قول الحنفية وهذا قول إيش وهذا قول الحنفية لكن نقول الجمع أجود إذا تعارض القول والفعل فنقول هذا في الخلاء وهذا في البنيان وسنأتي إذا حصل التعارض ماذا يكون من مثل هذه الأشياء إذن نقول القول أقوى الدلالات ثم الفعل ثم التقرير ثم إيش ثم التقرير نتفي بذلك إن شاء الله نكمل في مجل القادم هذا والله وعلى مصنعات رسول محمد وعلي وصحبه وسلم شكرا